اهلا بكم يا شباب مع فيديو جديد في قناة ابداح تي بي. ان شاء الله النهاردة هشارك معكم تجربتي في الشراء وعمل مراجعة لمشترياتي من امن. فياريت لو مهتم انك تعرف تجربتي مع انزل. علشان تتعلم لما تيجي تشتمل معي الفيديو للنهاي. وتعمل لايك للفيديو واشتراك. اشتراك في القناة لو مش مشترك. عشان يصلك من انا كل بديو. بننزلوا على القناة ونكمل مع بعض بعد الانتراك. ورجعنا لكم التاني اهلا بكم يا شباب. وانا الاشتراك من امازون اه اربع طلبات. وهو اول حاجة صراحة ما فتحتها. اه هي بصراحة جاتلي وجايه اسأل بشمطة كرومة ثلاثة في خمسة. ثلاثة متر في خمسة متر. كرومة خضرة. كيف ده نفطط منش لازمة كنا. وجايه لي بشمطة. نسكن لما تعياني ده الوقتي. طبعا انا كنت شاركت معاكم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كنت برضو اشتريت كرومة رجحتها و اشتريت رايبو دو رجحته و دي الكرومة معانا هي صراحة حاجة جميلة و هي دي موجودة على بعد سوق يعني موجودة في امدين ثلاثة خمسة مأسة كبير و كويسة طبعا كنت باعدين تبو اشارك معاكم تجربتي في تركيبها و ازاي بنستخدمها تركونا تعليقات في الفيديو و احنا هنبقى نعمل فيديو سعرها مش غالي سعرها كويس جدا و خيس و اقول لكم في نهاية الفيديو خليكم معايا في نهاية الفيديو اقول لكم سعرها عامل كامل بصراحة يعني ايه سوق امازون في التعامل محترم جدا و انا طلبتها جاتني اعتبر ثالث يوم بالظبط يعني انا طلبتها بالليل عدى يوم و التاني يوم و الدفر كانت موجودة عندي طبعا الكورونا مشكلة حلو و كويسة و جاء معاها الشنطة ديه الشنطة ديه شنطة برضو محترمة طيمة ممكن نخلص التصويم لو انت لامامه اتباعي ديه شنطة عشان طبعا كويسة الكورونا تمام برضو اشترينا تاني الحامل الصغير ده اشترياتنا كلها مش غالية يعني في السعر كلها حاجات رفيزة القطع ديه طبعا ممكن نستخدمها على تريبود الكبير بتاع التصوير ممكن نستخدمها في التصوير في تركبها على اي قطع تانية ممكن ان احنا نطور بيها يعني بتاعد انها اي تمسك كده التليفون بس عامل ديه اعجبني بصراحة حاجمه صغير اي ممكن تركبها على التليفون طبعا للف اوات برضو دي المقبض ده عشان خاطر تكي عليك كده اتناية زي ما انت عاوز ماشي هجيبلكم التليفون ايه نجربه معاكم بالوقت وجينا التليفون هوا بنركبه ازاي هنفتكي انا وهنمسك التليفون هوا كده اشتغل معنا كده امسكنا التليفون حامل ده جميل ممكن تصور به لو انت بتصور فيديوهات على اليوتيوب ممكن ينفع معاك برضو بتحطه على مكتب او تحطه على كورسي او تحطه على حاجة عالية في المستوي اللي انت بتصور به كويس معاك تمام اه برضو لو انت بتتفرج عالموايذ مفيش مشكلة ممكن لو عاوز تتفرج برضو عاوز كده برضو مفيش مشكلة عالوايذ هواد وفقه وفقه ورعادي على اي وضع شغال معانا اعمل برضو سعر الخيز جدا جميل بصراحة هجبني فمعد تشتريد ده كان تاني طلب ثالث طلب هو دابل فيس دابل فيس ده طراحة جميلة الشغل جدا اه تستخدموا تلذى بيه اه لا دابل فيس جميل ده تستخدموا انت ممكن تلذى بيه اي حاجة تستخدموا فيس اه حاجة ازاي كده ده انا لازل بالدابل فيه تمام برضو ده متر اه سعر الخيز موز غالي يعني ويوفر علينا شغل كتير رابع حاليا انا فتحتها بصراحة برضو التغليب بتاعه عمز المجميل يعني ايه بيتموا بالحاجة يعني حاجة بغيرة هي اه بيتموا بيها اه 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 ده اه مخسم صوت هنا مايك ممكن اوطل بيه جاي برضو معه ده بيتكب في التليفون او ال ديسكتوب او اللابتوب بيوصل عليه هنا مايك وبجنب ده هند فريب يعني الهند فريب بتاعنا هو ممكن نوصله على هنا الجنب التاني يركب عليهم وايك برضو سعر الخيز وزي ما قلتلكم قللكم على سعر الحاجات دي دلوقتي ده سعرها 10 جنيه طبعا دخلت على ده السوق تم فيه بسعار كتير يعني ديك هتوصل الغد ثلاثين جنيه بحثت عنها الغد ما لقيتها 17 جنيه حطتها في العرب ده برضو نفس الطريق ده برضو نفس الطريق ده جايبه 20 جنيه ده اقل سعرها هتسوق على امازل برضو فيه عند تجار تانية السعر غالي برضو برضو الحامل بتاعنا ده سعره يعني لا يتعدل 20 جنيه ما قللي من 20 جنيه برضو سعره عند تجار تانية غالي بس احنا بحثنا اجبناه بقدي سعر واخر حاجة الحجومة بتاعتنا دي بصراحة يعني ايه اي واحد منشئ المحتوى على اليوتيوب لازم محتاج واحدة زي دي بتصبط معاه التصوير وتطلع فيديوهات كويتي دي طبعا كانت موجودة 120 جنيه اقل سعره برضو على امازون طبعا مصاريف الشحنة بتاعتهم ما كانش كتير دمت مصاريف الشحنة بتاعتهم كان لواحدهم مصاريف الشحنة على امازون 21 جنيه دمت مصاريفهم كانوا 42 جنيه طبعا انا كنت شاري بفيدافون كاش بفيدافون كاش وكان فيه عرض العرض ده كان لمدة الزبوع وهو بتاع اخفضات الجمعة البيضاء طبعا اشتريت بخصم 20% اعتبر انا مدفعتش مطاريف شحن اعتبر كل حاجة وفت سعرها كيلة دي ما انا اقليكم على سعرها ما كانش فيه دي اذا ولنكات لنك الطلبات دي اتبه لكم في الوصف لو حابين تخشوا تشتروا حاجات زي كده وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وتركونا تعليق ولما اشتركوش في القناة ياريت تشتركو تتعالوا زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا تقبل في فيديو اخر شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصدقائكم لتعم الفائدة وندعوكم للانضمام الينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات اول باول